الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل أقوالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نتحدث في هذا الدرس من دروس علوم القرآن عن موضوع مهم من أهم الموضوعات القرآنية وهو قصص القرآن وهذا المبحث من مباحث علوم القرآن يصلح أن يكون موضوع مستقلا وقد تكلم عنه العلماء كثيرا وأفردوه بكتب وذلك لأهميته وأيضا لأن القرآن الكريم اجتمل على كثير من القصص تكاد تصل إلى ثلث القرآن فيمكن أن يكون ثلث القرآن فيما يتعلق بالقصص والأخبار عن الأمم الماضية والسابقة سوف نتحدث في هذا الدرس عن قصص القرآن من خلال المسائل التالية أولا ما هي قصص القرآن ما تعريف قصص القرآن ثم أنواع القصص في القرآن ثم مميزات القصص في القرآن ثم الدرس الثاني في قصص القرآن فوائد تتعلق بقصص القرآن أهم فوائد قصص القرآن الحكمة من تكرار القصص في القرآن تطبيق الاستنباط الفوائد من قصة من قصة في القرآن هذا ما سنذكره إن شاء الله في اللقاءات المتعلقة بهذا الموضوع المهم فنبدأ بتعريف قصص القرآن طبعا ما المراد بقصص القرآن سبق نعرفناه لكن ما المراد بالقصص القصص مصدر قصة يقص قصصا فهو مصدر كما يقول العلماء نرجع إلى مثلا كلام الشيخ منا القطان يقول القص تتبع الأثر يقال قصصت أثرها تتبعته والقصص مصدر طبعا القصص اسم جمع قصة والقصص مصدر مصدر لقصه يقصه قصصا قص الخبر يقصه قصصا فالقصص مصدر اسم للخبر الذي ذكر في القرآن الكريم أو اسم للخبر قال الله تعالى فارتد على أثارهما قصصا أي رجع يقصان الأثر الذي جاء به وقال على لسان أم موسى وقالت لأخته قصيه أي تتبع أثره حتى تنظر من يأخذه والقصص كذلك الأخبار المتتبعة إن هذا لهو القصص الحق لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والقصة الأمر والخبر والشأن والحل الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابة وصول في التفسير ذكر تعريفا مختصرا للقصص فقال في اللغة هو تتبع الأثر هو تتبع الأثر في الاصطلاح عرفه الشيخ مناع القطان بقوله يعني لم يقول في الاصطلاح لكنه عرف القصص من حيث الاصطلاح المعروف قال وقصص القرآن هذا التعريف أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة إذن ثلاثة أشياء أخباره القصص هي أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة أما الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقد عرف بتعريف قصص بتعريف مناسب وجيد حيث قال طبعا القصص هو الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا وهذا كلام جيد بمعنى أن الخبر إذا قلت فلان كريم أو فلان عاش في القرن الماضي فهذا خبر لأنك أخبرت عن قضية معينة لكن قلت عاش في القرن الماضي وولد في سنة كذا من القرن الماضي 1312 مثلا ثم نشأ في مدينة القاهرة مثلا أو في مدينة دمشق وعاش بها حتى بلغ العشرين من عمره ثم انتقل إلى دولة المغرب وطلب العلم هناك إذن إذا أخبرت عن شيء مراحل يتبع بعضها بعضا فهذه قصة أما إذا أخبرت عن شيء معين أو عن قضايا متفرقة فهذا ليس بقصة وليس داخلا في القصص هذه قضية جيدة في التعريف إذن القصص في الاستلاح الإخبار أو القصص في الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا ويدخل في ذلك الأخبار التي ذكرها المؤلف الأمم الماضية والنبوات السابقة وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك بيان مسألة تتعلق بهذا ننتقل من هذا تعريف القصص أنواع القصص في القرآن بناء على هذا التعريف بناء على هذا التعريف ذكر المؤلف أن القصص في القرآن ثلاثة أنواع النوع الأول قصص الأنبياء وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم دعوتهم قومهم إلى التوحيد والمعجزات التي أيدهم الله بها وموقف المعاندين منهم ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذبين كقصص نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لاحظوا أنه ذكر هنا محمد عليه الصلاة والسلام في قصص الأنبياء النوع الثاني قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة لكن لأشخاص لم تثبت نبوتهم يعني لأشخاص غير أنبياء كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم طالوت وجالوت قصة ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا وأهل الكهف وقصة ذي القرنين قارون قصة أصحاب السبت مريم لأنها ليست بنبيه أصحاب الأخدود أصحاب الفيل ونحوهم إذن هذه قصص لا تتعلق بالأنبياء وهي حوادث ماضية النوع الثالث قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر وأوحد في سورة العمران وغزوة حنين وتبوك في التوبة غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب والهجرة والإسراء ونحو ذلك بعضها حقيقة يسمى أخبار وبعضها قصص نعم قد يكون في شيء من القصص لكنه في الواقع بالنسبة لمن نزل في شأنهم القرآن يعتبر إخبار عن شيء واقع لأن الإمام الطاهر بن عشور رحمه الله ذكر قيد في القصة فذكر أن القصة هي الخبر هنا في كتاب التحليل والتنوير وأصحكم بهذا الكتاب دائما مفيد جدا خاصة لطلبة العلم الذين يريدون التمكن في التفسير والتخصص فيه ذكر في مقدمة تفسير للتحليل والتنوير في المقدمة السادسة قصص القرآن فذكر أن القصة هي الخبر عن حاجثة غائبة عن المخبر بها حاجثة غائبة فليس ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصا ليس قصصا مثل ذكر وقاع المسلمين مع عدوهم فهذا يذكر ابن عشور بأنه ليس من القصص لأن القصص هو الإخبار عن حاجثة غائبة فنقول إذن إذا كان المؤلف يقصد أن هذا من القصص المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أي أنه في زمان كان قصة لا لكن هو قصة لمن بعدهم فالإخبار عن ما حجث للنبي صلى الله عليه وسلم هو قصة لنا نحن أو لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد كان إخبارا عن الواقع الذي يعيشونه هذا ما يتعلق بأنواع القصص وبيان أنواع القصص الثلاثة فهذا أيضا ذكر الشيخ بن عثمين رحمه الله عندما ذكر عن القصص ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم وقسم عن أنفراج والطوائف جرى لهم ما فيه العبرة ولكنهم ليسوا بأنبياء وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريضة وبني النظير وزيد بن حارثة طبعا زيد بن حارثة يكاد يكون خبر ما هو قصة لأنها ليس فيها مراحل هو ذكر مرة واحدة لكن ليس ففي هذا الكلام نظر قصة أبي لهب ليس قصة هو أخبار عن أبي لهب لم يذكر الله عز وجل قصته وإنما ذكر خبرا عنه فيتنبه لمثل هذا لأن المؤلف أصلا ذكر بأنها هي القضية التي لها مراحل يتبع بعضها بعضا فما لم يكن كذلك فهو من باب الخبر الخاص أو بالمعنى العام لا من باب القصص أما مميزات قصص القرآن الكريم فقد ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير وهذا أيضا كتاب سهل وأنصح كل من أراد أن يقرأ علوم القرآن ابتداءا أن يبدأ بهذا الكتاب لأنه سهل وبين وواضح ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مزايا بعبارة موجزة فأول ميزة أن قصص القرآن أصدق القصص هذه الميزة الأولى أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله قيلة وذلك لتمام مطابقتها للواقع ولذلك قال الله ما كان حديثا يفترى ومن هنا نقول أن قصص القرآن الذي جاء في القرآن قصص حق صادق ليس خيالا كما يدعيه البعض وهو ما نبه عليه المؤلف من ناع القطان في هذه القضية في آخر في آخر كلامه عن القصص تكلم عن أن القصة قصة حقيقة لا خيال ورد ذكر أن من الباحثين من كتب في الفن القصصي في القرآن وذكر بأن القصة في القرآن والقصص في القرآن مثل الإسلوب القصصي الذي يكتبه الكتاب وأن القصة ممكن تكون خيال هذا باطل طبعا لأن هذا لذلك أنكر عليه العلماء في وقته وأصدروا فتوا ببطلان هذه القضية ما قرره المؤلف في كتابه وهو الدكتور محمد أحمد خلاف الله لذلك ذكر المؤلف هذه المسألة لأنها تنافي هذه الميزة من مزايا قصص القرآن إذن نقول أول ميزة من مزايا قصص القرآن أنها ماذا أصدق القصص ولذلك قال الله عز وجل ما كان حديثا يفترى وهذا يعطينا مصداقية للقصص لأن لما نتحدث عن قصص القرآن نتحدث بطمأنينة لأن الصدق هو الإخبار عن الواقع من غير أن نخالف الواقع الميزة الثانية أحسن القصص قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاجتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة هو جمال المعنى فأحسن القصص من حيث اللفظ والأسلوب ومن حيث اللعاني التي اجتملت عليها وهذا يدفعنا أيها الإخوة الكرام إلى أمرين الأمر الأول أن نحرص على قصص القرآن لأنه أحسن القصص والعاقل دائما يبحث عن الأحسن وإنك لا تعجب من حال كثير من الناس عندما يبحث في القصص ويقرأ قصص البشر التي يكتبها البشر وفيها كذب وفيها مجاملات وفيها أشياء خارج يعني لا تفيد كثيرا وقد يكون فيها مبالغات وقد يكون فيها مغالطات أما كلا قصص القرآن فهو أحسن القصص في التربية في التهذيب في الأخلاق في النفع فينبغي أن نحرص عليه كما سيأتي في فوائد القصص الأمر الثاني أحسن القصص أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ليس بحاجة إلى تحسين لذلك بعض المفسرين يضيف إلى القصص أشياء وأخبار وقضايا وتفصيلات لا تهيد في التفسير وهذا نوع من الخطأ المنهجي وقد نبه الشيخ السعدي رحمه الله على هذه القضية وأشار إلى قضية أن أحسن القصص هو ما ورد في القرآن ما زاد مما يذكر أهل الكتاب ليس بحسن لأنه لو كان حسنا أو مفيدا لذكره الله سبحانه وتعالى خاصة في مقام التفسير وإضاحة القرآن الميزة الثالثة أنه أنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرتولي أولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق لها أثر عجيب وفيها فوائد عظيمة وكثيرة ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله عندما نطبق على قصة من القرآن الكريم فهذه أهم مزايا قصص القرآن أنها أصدق القصص هذا الأمر الأول ثم أحسن القصص ثم أنفع القصص لقد كان في قصصهم عبرتولي أولي الألباب تكلمنا إذن في هذا الدرس في المقدمات عن تعريف قصص القرآن وعن أنواع القصص في القرآن ثم مزايا قصص القرآن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين